اهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند النهاردة عبرس حاجة معنا بالتأكيد مباراة مصر ونيجيريا والمشكلة مبارح ما كانتش في النتيجة وارد جدا تخسر مباراة وارد جدا تفقد السلس نقاط في مباراة المجموعة نسبة تأهلك من المجموعة يعني مؤكدة بنسبة كبيرة عندك مباراة غينية بيساوي السودان في المباراة الجولة الثانية والثالثة ان شاء الله ست نقاط يضمنوا لك التأهل واتقابل فرقة قوية بدأت من دور الستاشر كل ده معروف وكل ده متوقع لكن المشكلة بالنسبة لنا مبارح ماتش مبارح كان سيء في كل شيء مدرب تحكيم تعليق كل حاجة مبارح كانت غلط كل حاجة مبارح كانت غلط في ماتش مصر ونيجيريا مدرب مش عارف ازاي يلعب مع منتخبنا الوطني مش عارف امكانيات اللعبة اللي معاه تحكيم سيء جدا بالمناسبة انا مش بقول ان التحكيم جوز لا تحكيم سيء لكن طبعا مبارح الاخطاء الفنية كانت اكتر واقوى من الاخطاء التحكيمية التعليق يعني حدس ولا حرج الناس خلاص زهقة اساسة من الفكرة دي والحديث فيها كتير لان ما فيش فايدة يبدو ان الناس يعني ايه ما فيش فايدة في الجزئية دي خلاص التعليق هيفضل سيء طول ما عاشين بالشكل السيء اللي احنا بنشوفه في المباريات المتعلقة سواء بمباريات مصر او مباريات الاهل حتى في البطولة الافريقية من خلال التعليق اللي احنا بنسمعه للأسف يعني في السنوات الاخيرة